رح ننتقل إلى عالم الأطفال ورح نتعرف على أهمية استخدام الغذاء بالعلاج السلوكي عند الأطفال وقالية الحميات اللي بتتناسب مع مختلف الحالات وشو هي السبل ونسب الشفاء عبر التداوي بالغذاء عند أطفال مرضى التوحد أكيد كل هاي الأشياء والأسئلة والاستفسارات رح نتعرف علي سواء مع اختصاصية صعوبات التعلم ميسم حصرية يسعد صباحك صباح الخير يا سيد صباح كون بداية عنا خلينا نحكي كمفهوم عن العلاج بالغذاء عند الأطفال العلاج الغذائي هو عبارة عن شيء نحن بنعمله بشكل يومي ولكن ما نكون منتبهين علي مثل ما بيقولوا هو طريقة حياة لايفستايل لايفستايل يعني أنه أنا عم بقدر أتعود على نمط حياة على نمط غذاء يساعدني بشيء اللي أنا ممكن يكون عامل عندي نقاط ضعف أو نقاط أو استغل نقاط القوة الموجودة عندي فعطول نحن نقول العلاج الغذائي هو أسلم نوع للعلاج لأنه هو أسلم نوع بالنسبة لوظائف الكليا وأسلم نوع بالنسبة لوظائف الكبد طبعا نحن نعرف أنه مو أي شيء ممكن يكون فيه له علاج كامل بالحميات الغذائية وغذاء جسمنا وغذاء جسمنا أنه هي عطول تعطيل أفضل طيب ممكن اليوم أهالي أو أشخاص كثير ممكن يجهلوا أهمية استخدام الغذاء بالعلاج السلوكي خلينا نقول عند الأطفال كيف ممكن أنه يستخدم الغذاء بالعلاج السلوكي؟ هاي الخطة كيف؟ العلاج السلوكي نحن نعرف أنه هن أطفال عندهم اضطرابات هاي الاضطرابات قد تكون اضطرابات حركات نمطية قد تكون اضطرابات نطب قد تكون هاي كلها مرتبطة بالجملة العصبية خلينا نقول عن أي اضطراب هو عبارة عن خلل يصيب الجملة العصبية فهو متعلق تحديدا بالطاقة اللي ممكن يعطينا ياها الدماغ لإنجاز مهمة ما يعني خلينا ناخد مثال الانتباه الانتباه والتركيز هن بيتطلبوا مقدار من الصبر طيب أنا كيف بدي أعطيه انتاج للانتباه والتركيز؟ بقول عطول أنا لازم أخذ علاج غذائي أو لازم أخذ مكونات غذائية تساعد على إنتاج أو تساعد كفيتامين بي 6 وبي 12 إنه تعطيني هذا الهدوء وعدم الملل من إنجاز المهمة غالبا بيقولوا الأهل طب أوكي أنا عم بعطي ابني نوع معين كمهدئ بس المهدئ مو دائما هو المثال الأفضل لأنه هو عم يعطينا هذا عم يعطيه للجملة العصبية الأمر بهذا الهدوء لمدة معينة بس يخلص هذا المكون الكيميائي رح يزداد فرط نشاط الجملة العصبية فنحنا حاليا منقول شو هي المكملات الغذائية اللي بيعطوها الأطباء العصبية لهم كل الشكر نحنا منقدر نعطيهم إياها بالغذاء ليش؟ لأنه هو كغذاء بيساعدني كعلاج سلوكي بإنه يمد أو يكون في عنده فترة أطول بضبط السلوك أو يكون في عنده فترة أطول بإعطاء النتيجة اللي أنا بدي إياها ياريت هيك كل الأهل يسمعوا أي نصيحة لأنه كتير مهم اليوم الوعي الكامل يعني بيقولوا لك أنه غذاء ممكن يدخل بخطة العلاج السلوكي فممكن يستغربه شوي طيب أكيد هون بتحطوا لازم يكون فيه آلية للحميات المتبعة لحتى نستخدمها عند هدول الأطفال بتكون مناسبة للجميع وشو هي آلية الحميات اللي بتكون؟ هلأ طبعا ما في شيء اسمه مناسب للجميع وهذا السؤال الكتير بشكرك على طرحه يعني مثلا كتير نحنا بنسمع أنه أنا سمعت أنه ابني عطيته مثلا الجوز والتمر فكتير استفاد وكتير هديفة بصيروا كل الأمهات بحاولوا ياخدوا برامج عن طريق النت لتطبيق نحنا عطول في عنا شيء اسمه بصمة غذائية لكل إنسان بغض النظر إذا كان هذا الشخص عنده اضطراب أو ما عنده اضطراب في عنا شيء اسمه بصمة غذائية بتنعمل هاي البصمة الغذائية لنعرف هل هذا الطفل عنده حساسية لمكوم معين يعني أغلب أطفال التوحد أو خلينا نقول 60% منهم بيكون عندهم فرط حساسية للغلوتين صحيح أو للسكريات أو للحبوب أو إلى آخره يعني فنحنا عطول بدنا ناخد أنه نحنا لهيك بيمنعوا عنهم منتجات القمح بس أنا ممكن يكون هذا الطفل ما عنده هاي الحساسية فآلية وضع الحميات بتجي أول شيء بتتعلق بالوقت يعني أنا مثلا كتير نحنا بنسمع أشخاص أنه أنا في الصبح لازم أاخد شيء نسكافي فيني أاخد مثلا نهوي أنه أنا مبصح صح بلا هاي حقيقة ليش؟ لأنه أنا عودت الجهاز العصبي على أخذ كمية من الكافيين لتعديل المزاج أو لحتى يصير في عندي هذا الاكتساب كجملة عصبية نسمع كتير أشخاص أنه خد كاسة أو أنا لما أكل لبان بنام فإذا نحنا وقت اللي منقول متعلق بالوقت نحنا منحط خلال النظام الغذائي مجموعة من الممنوعات المسموحات الكمية والوقت طيب با كيف بتحددي الغذاء الممنوع عن هذا الطفل؟ كيف ممكن تحددي أنه هذا الغذاء ممنوع يأخذ الطفل أو هاي المال دايب؟ تماماً هلأ نحنا أكبر شي ممكن يحدد لنا هذا الموضوع هو البصمة الغذائية أنا إذا كان هذا الطفل عندي حساسية لمكوم معين فأنا بدي وقف له هاي من ناحية خلينا نقول إذا شي دقيق أحياناً نحنا بنحس أنه الطفل مانو بحاجة فمنستخدم معه الشي التقليدي الشي التقليدي يعني مثلاً إذا الطفل عنده فرط نشاط فنحنا بنمنع عنه السكريات إذا الطفل عنده مثلاً عدم تذكر أو نقص بالتذكر بنمنع عنه الأشياء اللي بتتعلق بصعوبة الهضم مثل الحبوب، الفول، الفاصولية، هاي الأمور هلأ، الشي اللي بيساعدنا على هذا الشي إنه نحنا في عنا آلية للهضم أو لإطلاق العصارة الهضمية قد تاخد 60% من طاقة الدماغ فأنا كثير بقول له أحياناً لطالب دراسي قد لا يكون عنده اضطراب معين إنه لا تأكل فول وتدرس ليش؟ لأنه إشرة الفول بدي كمية كثير مضافة من العصارة الهضمية حتى تقوم بهضمة فالدماغ منصرف 60% من طاقته لا يهضم أو لا يعطي أوامر الهضم فهو غير قادر بالوقت الحالي على الاكتساب والتذكر والاحتفاظ طيب، خلينا بس هيك توضيح قدي ممكن هاد الحكي اللي كتير مهم إنه الالتزام بالأكل ونوعية الغذاء قدي ممكن إنه أو قدي النسبة خلينا نقول إنه تساعد بخطة العلاج عند أطفال توحد أنا عطول بقول في عنا 50% كونه الاضطراب الموجود عنا كاضطراب توحد غالبا ما بيكون هو نقص أكساجة خليني أشرح كيف صارت نقص الأكساجة صارت أثناء الولادة أو قبل الولادة فكحالة دفاعية من الدماغ متل وقت العين بتدمع لما بتجيها غبرة أطلق الدماغ تحت القشرة الدماغية كمية إضافية من السائل الدماغي قدت لسوق توزيع بخلايا بيركنجة أو المادة البيضاء فأنا لما يكون في عندي سوق توزيع أنا صار في عندي خلل بالمعالجة فأنا بدي أقول عطول في عنا نسبة 50% تدريب اللي هو التدريب العادي اللي هو التدريب على المهارات الحياتية التدريب على المهارات الأكاديمية الاجتماعية ولكن أنا عندي بالمقابل 50% لازم أنا أستغل لون كنمط عصبي كنمط عصبي يعني نظام غزائي لأنه أنا إذا أخدت أنه هذا اللون أحمر وما احتفظت فيه دماغيا فأنا ما عملت شيء فأعطول بقول 50% في عنا تدريب و50% هو علاج غزائي طبعا هون مع الاستجابة ومع الالتزام ممكن تصير مية بالمية أكبر نسبة علاج حصلنا عليها كانت أكتر من 95% صرنا مخرجين أكتر تقريبا من 300 طفل تقريبا 300 طفل هلنا نحكي عن هذون الحالات يلي تم التعافي أو تم شفاء إلى حد ما أو نهائيا خلينا نقول تقريبا نهائيا هن صاروا بالمدارس وعم يدرسوا في منهم صاروا جامعات يعني بالوقت الحالي طبعا في نسبة علاج كتير كبيرة طبعا أنا كتير فخورة كان كنا وقت نقول مصطلح تخريج أطفال توحد الكل كان يوقف باستغراب كيف يعني تخريج؟ شو معنا التخريج؟ هو مو بس دمج اجتماعي هذا الطفل تحول لحالة علاجية كانت هي رجع طفل طبيعي رجع لحياته الطبيعية رجع يروع مدرسته بس طبعا نحنا عطول منقول أنه في شي متعلق بالعمر يعني اليوم أنا لما بدي عالج طفل عمره 3 أو 4 سنين اللي هي الفترة الذهبية للعلاج يختلف عن علاج طفل صار عمره 16 سنة 15 سنة وهرمند جسمه سبتت هرمند جبته هرمند جسمه سبتت يعني استقلابه الهرموني صار معادل معادل بيصعب نوعا ما علاجه لأنه وصل لحالة عمرية اكتسب حالة استثنائية بتكون بالهرمونات طيب خلينا نقول شي مهمة أمراء أطفال خلينا نقول أول أشخاص يلي عندهم توحد بيكونوا عباقرة وبيكون عندهم زكاء بمواضيع بيصعب على الشخص الطبيعي إنه يقدر يستوعبهم في أشخاص أو أطفال بتلاقيهم عندهم سرعة بحل مسائل الرياضيات عندهم إبداع بموضوع ما بيصعب على الشخص الطبيعي طيب هدون الأشخاص أو الأطفال بعد ما يتم تعافيهم ممكن تخف هاي القدرات العقلية اللي عندهم أو هاي الميزة عندهم ممكن تخف خلينا نشرح الشي بطريقة علمية هدول الأطفال وقت صارت عندهم هاي المشكلة صار في عندهم قسم أقوى من قسم غالبا أطفال التوحد بيكون القسم اليسار اللي هو متعلق بالذاكرة الناسخة المتعلق بإداء الحسابي المتعلق بالأشياء اللي خلينا نقول بتتعلق بالمدى بالمدى الحسابي بتكون أقوى من الطفل أو بالمدى كنسخ كذاكرة ناسخة بيكون أقوى من الجهاز اليمين أو من القسم اليمين من الدماغ اللي هو بيهتم بالتخيل بالعلاقات الاجتماعية أو بالذكاء العاطفي فنحنا غالبا منلاحظ أن هدول الأطفال عندهم حالة اجتماعية أقل توازنا مع الحالة ولكن عندهم قدرات عقلية تماما تماما فكتير من نسئل عن هذا الموضوع أنه أوكي بس يتعالج ابني أو بس يتعالج هذا الطفل راح تخف هي ما بتخف ولكن بصير تقديرة أو بصير طريق تطبيقة منطقي أكتر يعني يمكن بحلقات سابقة أنا كنت معكم وإلي شرف كبير استضفنا كتير أطفال مثل الطفل عبد الرحمن الأسعد مثل طفل تاني كان في عندهم قدرات ناسخة كتير عالية هلأ أوكي إنه هذا الطفل بس يتعالج خفت لا ولكن صار فيه تعادل يعني صار مو كل وقت هذا الطفل عم يرسم أو عم يعمل عملية حسابية صار في عنا وقت عم يرسم صار في عنا وقت عم ينطق أو يبوح بالأشياء اللي كانت هي مختفية عنده فزاد عنده التعبير اللفظي فمنقول نحنا ما بتخف ولكن بتم التوازن بينه وبين المهارات التانية ما بتخف بالضل مثل ما هي هاي الدرجة كتير عالية ولكن درجة النقصة اللي هي زكاء الاجتماعي أو زكاء العاطفي بصير بيتأقلم بس نحن طمنتنا هلأ استعزي خلينا نعطي هيك كلمة للمشاهدين للأهالي للأطفال للأشخاص إن شاء الله هيك يكونوا عم يتابعوا ويستفادوا شوية مصايح منك طبعا أنا بتمنى الصحة والعافية للجميع ولكن بقول العطول أنه نحنا بحاجة سواء كان عندنا اضطراب أو مرض أو ما كان عندنا اضطراب أو مرض نحنا بحاجة أنه نحافظ على نظام حياتنا الغذائي لأنه بصراحة نحنا الشيء اللي ممكن نهمله بنظامنا الغذائي فهو رح يتحول لحالة مرضية بعدين يعني أنا بقول عطول مريض السكري هو مو بس بحاجة الدواء السكري هو بحاجة حمية غذائية ليحافظ على توازن جسمه نفس الشيء الشخص اللي بيكون بلش ينسى أو خلينا نقول الزهايمر أو إلى آخره فخلينا نقول لنحصل على جملة عصبية سليمة لازم يكون في عنا نظام حياة علاجي غذائي سليم دائما خليني بس سؤال الأشخاص اللي تمتع فيهم من المرض رجعوا تأقلموا بالحياة بشكل طبيعي ما يعني بيتذكروا هنون كيف كانوا عايشين قبل ولا بيعرفوا حالتهم كيف كانت قبل ولا خلاص بينسوا كل شيء ما رأوا فيه وبيبلشوا حياة جديدة هلأ خليني ضوي على موضوع طفل التوحد هو طفل على أغلب بيقولوا ما بيعرف أمه ما بيعرف هو بيعرف كل شيء ولكن هو عنده ذكاء عاطفي قادر أنه يقودنا كلنا لنخضع لصلته فهو بيعرف كل شيء مقدرك كل شيء مثل بيقولوا لك أنا طفلي تمام فما بيعرف يأخرج تعبيره عن هذا الموضوع كثير منسمع شغلي أنه أنا طفلي بناديله ما بيرد أوكي أنت بتناديله ما بيرد هو عم يسمعك وبيعرف أنه عم بتناديله ولكن جربت إله فلان خوت كذا ففورا رح يلتفت عليك فهو عنده قدرة على خلينا نقول التخطي تخطي الأوامر طبعا هن بيتذكروا حالتهم هن بيكونوا قادرين أنه يعيشوا حياة طبيعية مية بالمية اجتماعية حتى ممكن يتذكروا رفقاتهم اللي كانوا يمارسوا معهم بعض النشاطات يعني هيا موضوع التخطي الأوامر يمكن موجود عن كل أغلب الأشخاص تخطي الأوامر أنا إذا عندي هاي الصفة ممكن يكون مريض التوحف لا أكيد لا ولكن نحن منقول أهلا أنا حتى ما بعتبره مرض أنا بعتبره اضطراب اضطراب سلوكي يعني فبس هو هذا التخطي ممكن يكون فرصة لأي طفل يعني حتى الطفل الطبيعي إحنا إذا أمه ما ألحت عليه أنه نفذ هذا الأمر ممكن يعمل حاله موسى معنا يعني المهم أنه خلاص بيضل متذكر الحالة اللي كان فيها وبيصير مدركة أكتر لأه أكيد بصير قادر على ضبط هاي الحالة المزاجية اللي عنده ممكن يصير عصبي أكتر؟ لا رح يصير في عنده إدراك للمحيط يعني بدون هو حدا هادي مثل مكان ولا ممكن أشخاص تنقلب معنا على عصبية أوكي رح أعطيه بشكل أدق أنا طفلي كنت إذا أخدت صحن الأكل من قدامه ما يبكي أو ما يعصب عادي يعني هلأ صرت واتأخده يبكي هذا الشي طبيعي لأنه صار في عنده إدراك أكبر للمحيط الخارجي فهو صار قادر أنه يعرف أنه خطأ أنت تأخذي الصحن من قدامه بدون ما تقولي له بدي أخذه إذن هي الحالات المزاجية اللي بتختلف تختلف نتيجة اختلاف إدراكه للمحيط الخارجي عنده بدنا نشكر كل بدنا نشكرك وتشكر كمان هذا تشكر الإعداد على طرح هذا الموضوع اللي كتير مهم وإن شاء الله هيك نكونوا المشاهدين استفادوا من كل المعلومات اللي قدمت لوني آها شكراً لإلك شكراً كتير لإلكون وإن شاء الله عطول بتظلوا بخير وعافية يا رب شكراً للمشاهدة